بكرة التحضير لقطر بكرة الساعة عشر صباحا هناك اجتماع للاتحاد الدولي فيفا مع مسؤولي النادي الاهلي عبر الفيديو كونفرنس وفي هذا الاجتماع هيمثل وفد الاهلي وفد رفيع المستوى بقيادة الأستاذ والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الاهلي دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وعدد من الإدارات التنفيذية اللي بالتأكيد متمثلة في هذا الاجتماع بالإضافة إلى وجود الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي دكتور أحمد جبالة طبيب فريق النادي الاهلي الكابتن علاء صلاح المنصق الأمني لقطاع الكورة وأيضا كمان الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلية عمل وخلية نحل كبيرة جدا هتم من خلال هذا الاجتماع وعدد من مسؤولي النادي الاهلي كمان لأستاذ حنان الزيني الكابتن ماهر عبد العزيز وأكيد شغلة هيبقى موجود جدا للترتيبات لرحلة الاهلي إلى قطر والشق الاداري اللي بيتم للتحضير في هذه الرحلة وأكيد كنا انفردنا لحضراتكم بتفاصيل كثيرة جدا متعلقة بأجواء والتحضير من خلال ورشة عمل أقيمت في قطر الفترة الماضية واللي كان حضرها الكابتن سمير عدلي المدير الإداري وممكن الجلسة دي شاهدت وانا قلت دا للمرة اللي فاتت يعني إشادة كبيرة جدا من الاتحاد الدولي على تنظيم الاهلي لمباراة الاهلي والعين والتنظيم اللي تمت في استاذ القاهرة كان الفيفا منباهر جدا بشكل التنظيم والبروتوكول اللي تنفس فيه تسليم الجوائز كأس البطولة كأس القرارات الثلاثة وايضا كمان الميداليات الزهبية للنادي الاهلي بعد الفوز على فريق العين كمان عايز أأكد لحضراتكم ان الفرق اللي هتشارك في البطولة مش هتتمرن على ملعب المباراة ملعب تسعة سبعة اربعة مش هيصدف اي تدريب رئيس للفرق استاد لوسيل نفس الامر هيكون فيه امكانية للسماح للفرق بس بالسير قدما كده على الملعب لمدة خمستاشر دي ولكن استاد او الملعب الفرعية في ملعب الارسال هي اللي هتستقبل كل التدريبات وتم تحديد موعد التدريبات لكل الفرق يمكن النادي الاهلي مش هتمرن الصبح خالص في قطر كل تدريبات النادي الاهلي هتكون في الفترة المسائية خلال توابده في قطر من يوم 10 ديسمبر حتى موعد اللقاء الاول نتمنى يا ربي يكون فيه لقاء تاني يوم 18 ديسمبر